اكدت وزارة الاسكان ان خطتها الرمية الى اخلاء الشقق السكنية القديمة المؤقتة بهدف انشاء مشروع شريط العمارات السكنية يشهد تسارعا خلال الفترة الحالية وتقدما ملحوظا وزارة الاسكان اكدت توفير بدائل للقاطنين الحاليين بالشقق السكنية من بينها منح بدل سكن شهريا يقدر بمئتي دينار وذلك لتسريع وتيرة الاخلاء والهدم وقالت الوزارة ان فكرة مشروع انشاء شريط العمارات السكنية تقوم على بناء 6750 شقة تمليك في مجمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات وباستخدام الجيل الجديد لتصاميم العمارات السكنية وذلك في مواقع عمارات الشقق المؤقتة في مختلف محافظات المملكة مؤكدة ان هذا المشروع سيضمن تلبية الاف الطلبات الاسكانية للمواطنين المستفيدين وسيمتاز بطابع معماري عصري وستتضمن العمارات السكنية مساحة مفتوحة وخضراء واماكن مخصصة لممارسة الهويات الخارجية وحدائق للأطفال وغيرها من الخدمات ضمن المساحات المشتركة وأشارت الوزارة إلى أن عدد العمارات في المواقع المحددة لشريط العمارات في مختلف المحافظات يبلغ 250 عمارة سكنية تحتوي على 1884 شقة جميعها مخصصة حاليا لخدمة السكن المؤقت ومن المقرر أن يتم إعادة استغلال تلك المواقع وبناؤها وفق الاشتراطات والمعايير الحديثة المعتمدة دوليا أما الشقق السكنية التي سيتم تطويرها في منطقة مدينة عيسى فستكون ضمن شريط العمارات المواجهة لمشروع مترو البحرين وتشمل إنشاء 720 شقة هذا ونوهت الوزارة إلى أن هذه الجهود تتسق مع تنام الطلب على خدمة شقق التمليك التي شهدتها الوزارة مؤخرا